ضليلية لتبغي توضر كيف ذلك هناك بعض من دراسات جينا من الخارج ونشوفها حتى في شبكة التواصل الاجتماعي يقول لك لا مش هكاك وما وش لازم وهذه الضر وهذه الدير وهذه كذا باش يخلوا القوة هذيك تعل اندفاع تعل استثمار الجزائري باش يتراجع باش يبقوا هما ديما يتحكموا في قوت الجزائريين احنا الكفاءة الجزائرية عندنا نحي نحي بعض من الدكاتيرا والباحثين مثل دكتور مكليش مثل دكاتيرا اخرين لبس بهم على المستوى الري على مستوى الزراعة الكبرى اللي راهم يقدموا خدمات كبيرة هذو نقدر نثقوا فيهم ولكن ثانيا رانا شفنا في الاواني الاخيرة بعض من الناس ما عندهمش خبرة ما عندهمش خبرة ويتكلمون على هذ المواضيع في اطار السقي وكذا احنا نمد ثقة في الخابير في الدكاتيرا في العلماء الجزائريين ولكن مكتبين